دي صح صح وملح خميرة سكر زيت في حاجة تانية نقصة مية ما حطيش مية ما حطيش مية لأ حطينا مية بس هي هاجر مش فكرة هحط شوية هنا من المية يكون دافية هنعجل العجينة ممكن تتعمل يعني هي اتعملت كبيت سعادية محطوطة في قلب قلب والعجينة ما بتلزقش يعني ممسكها كده بتبقى طرية بس ما بتلزقش هفريدها كده واقدمها لكن ترى ما هي عجينة انا ممكن اعمل فيها حاجات كتيرة مختلفة مش لازم تبقى بس بيت سواحطها كده ممكن احط عليها في حد فيك ويعرف دافها لفوق لا لا ولا لا فهنيجي هنا هفريدها طولة طولة بتحبوا الجبنة فهحط هنا جبنة ممكن نحط كمية كبيرة هنا حيث تنفق بعض نشيل كل دا كده اهو و ده هبقى بقى الاولاني مش البيت سابقى عليها هجيبنا؟ اه هجيب لحمة برده دي من الحاجات اللي ممكن اعملها في البيت بضغط عليها هنا اهو وبعدين بقطع كده بعد ما بضربها جامد ممكن اعملها اذا هضغ هلفها في ورق بلاستيك واسلوح في قلب مية دي بعملها كده بلفها مش دا كده انتم بتشوفوا منقطع الحتة الاولانية دي بعدين قطعهم هنا وحطهم فصانية على اساس دول يتخمرهم وهجيب سج حطهم فيها عشان تتخمر يعني محتاج ان انا اسبها تتخمر عشان فيها خميرة لما العاجة بتتخمر بيحصل لها ايه؟ آآ بتنفح شوية بالزبط بتنفح شوية وتكبر شوية فلما بسيبها بقصوا بشكلهم بيبقى عامل ازاي؟ يعني لو قارنتهم ببعض شو في دي عامل ازاي ودي عامل ازاي؟ آآ فدي هاخدها واحطها في الفرن اسويها كده ما فيهاش صلصة طماطة بيتزا لسه ما فيهاش صلصة طماطة بس هنحط لها اسبها اين عوت؟ تسيبوا البيتزا تقريبا لديه في الفرن نسيبها نص ساعة كده نسيبها نص ساعة شايفين عامل ازاي؟ لما استوت دي ممكن احط عليها يا اما اجيب اطبا ايه رايكم شكرا؟ شكرا جميل اوكي هاحط هنا طبق وشوية صلصة طماطن لكل واحدة فيهم احط واحدة لكده كل واحدة ممكن احط على السلصة عشان تبقى مختلفة شوية من الزعتر خلاص اشتركوا في القناة